طبعا بعد تحرير الباغوز الأوضاع تحسنت بشكل ما نقدر نقول ممتاز بس شكل جيد بالنسبة للمرأة طبعا تفعل دورها بالنسبة صارت كوامين كومينات المرأة صارت تقدر تبدي رأيها صارت تقدر تشارك تاخذ حريتها بالكلام يعني بدون خوف بدون توتر يعني صارت تحس حالها أنه جددت حياة تطورت فكريا ومهنيا وظفت المرأة عدة مجالات بالصحة ومستوصفات صارت ممرضات والمجالس الكومينات الرئاسات المشتركة طبعا تفعيل الرئاسة المشتركة أنه صارت المرأة كلمتها مثل الرجل الرجل صار يستشير المرأة طبعا بيه مثل قديم كانوا يقولون الوراء كل رجل عظيم أمرأة فطبق المثل حاليا على الواقع يعني صار تفعيل دور مرأة شيء عظيم وكبير بالنسبة للمجتمع لما كان هنا داعش كنا كتير مشددين يعني ما يخلوني نطلع السوق على البيت إلا لابسيني كفات الباشارعي كامل وغطييني عيوننا ممنوع على السوق إلا تروحي مع محرم ما تركب سيارة لحالك ما تروحي على السوق ما تروحي على محل إلا بضلي ملتزمي ببيتك حضا تطلعي بره ممنوع تطلعي إلا معاكي محرم وبعدين بعد فترة يجد دي سورة ديمقراطية حرارونا واخدونا وعينا عشنا عشنا أمان والحرية من قبل رأينا ما لنا رأي ما لنا رأي خالص إلا الزلم وبعد ما إجد الديمقراطية وحررنا صارنا ناخد حريتنا نطلع كيف ننفوت عكيفنا يعني ما حدا يقلنا وين نشغل ما حدا ما لشغل معنا نطلع السوق نجي روحي أهلين عزيار عجيران عرفقاتنا هلا نحن مرتاحين صار فيه شغل صار فيه عمل صار فيه تفظيف تمريد تفظيف شيء والحمد الله المرأة صارت تأخذ حقوق الحقوق من التفظيف من حقوق المرأة الدائما هلا المرأة صارت إلى حرية ولا رأي ولا تصرف تاني شيء بعد ما صار الحارب وكل شيء نص نهزموا ونص التاني سحبوا حاله ونرجعنا على المخيم وضمن الضيم والجوع والفقر صرنا نأكل حجار وطراب حشيش وداعش استخدمنا نحن دروع بشرية ما يخلينا نطلع نروح نسلم حالنا للديمقراطي يقول لا خليكم الأكلين شاربين عندنا ما تطلعوا ونحن ما لحسن أن الأطفال عندنا كل شيء وطلعنا حمالنا وطلعنا